السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السوس الكراميلي في البيت بينفع جدا لتزيين الحلويات والكيكات ان شاء الله هيعجبكم الطريقة سهلة جدا والمكونات موجودة في البيت يلا بقى بينا نشوف الطريقة والمكونات بسم الله اول حاجة صنية على النار او حلة سحط فيها كوباية سكر بالشكل ده اوزع كوباية سكر فيها اه على النار هادية طبعا اه وهسيب بقى السكر كده لغاية ما يبدأ اه يعمل كارمل كده بالشكل ده شايفين اه كل شوية اهز وهزة كده ما قلبش فيه كتير لان التقليب فيه كتير في الوقت ده غلط اه بدأ يسيح بقى معي السكر قلبت بالمعلقة كده بالشكل ده بدأ يكرمل كده هنزل بقى عليه معلقة زبدة كبيرة مع التقليب المستمر برضو بعد الزبدة مدابت نزلت بقى على الكرامل اللي بتاعي نزلت كوباية حليب اه طبعا اه عادي لو عملت الشكل ده معاك عادي ما فيش اي مشكلة اه هيغلي على النار وهتفك السكر الكرامل ده هيفك كله فما فيش مشكلة ما تستعجليش عليه على نار واطية واسيبيه وهيفك بدأ يفك كده ما شاء الله والكرامل اللي بدأ يتقل طبعا هسيبه على النار مش هستعجلي عليه لغاية ما اي تكتلات تفك بالشكل ده هحضر بقى معايا معلقتين من الحليب فيهم معلقة نشا وهدوبهم كويس واول ما التكتلات تفك خالص هنزل عليهم هنزلهم على الكرامل بالشكل ده وهقلبهم كويس اه وهسيبهم دقيقتين بس كده معا على النار وهقلب كده بالمضرب اليدوي شوية وهطفي عليهم بقى النار وهنشوف هنعمل ايه بعد كده كده الكرامل اللي بعد ما طفيت عليه النار هصبه كده في طبق وهسيبه لغاية ما يبرد شوية وبعدين هضربه في الخلاط وهوره لكم في الاخر طبعا سبت الكرامل لغاية ما بدأ ايه ده شوية ويبرد حاطته في الخلاط بقى وضربته في الخلاط اه ما شاء الله الكون بقى ناعم كده وبقى بالشكل ده الاول كان تحسيه مخرز شوية ما فيش اي مشكلة اه طبعا لو عزاء اتقل من كده بتزودي النشا زي ما قلتلك بدل معلقة نشا بتزودي معلقتين ما شاء الله عايز اقول لكم تعمه حلو جدا واوفر واحسن وانضف ما نشتري من برا طبعا هسيبه في التلاجة بقى لغاية ما يتقل كمان شوية وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا اتمنى الفيديو يعجبكم منطريقة اه يريد بقى لعجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته